اشتركوا في القناة للمرسوم التنفيذي لتكفل بطالبي العمل ولديهم دخل لا يتجاوز 13 الف دينار جزائري كما كانت من قبل ذو 15 الف دينار جزائري من الريوع معاشات من احتقاعد المنقولة حصول الزوج على منصب شغل سبب توقيف منحة البطالة تقرر ما يلي من خلال هذا الاخطار توقيف منحة البطالة التي استفدتم منها منذ شهر جويلية ابتداء من شهر اوت ان تباشروا في اجل نقصة ثمانية ايام تداء من 22 احداش 2022 هذا الاخطار كان في 2022 ولكن 2023 او جان في فيفري مارس يعني هو نفس الاخطار نفس الشيء ونفس الاسباب بتسديد مبلغ 39 الف يعني ثمانية وتسعمية دينار الذي يمثل مبلغ منحة البطالة المتحصل عليه والغير المستحاقة منذ شهر اوت في رقم حساب جريدي فوان بريدي حساب تحصيل منحة البطالة هذا الرقم خاص برقم لا نام يعني لي عنده اختار كما هذا او اي اختار ولأي سبب رح يرجع منحة البطالة يسبرو ثمانية ايام اذا ما سيسلكش في الثمانية ايام رح يمدولو اشعار اخر في المحكمة وهذا الاخطار خاص بحصول الزوج او الزوجة على منصب شغل سبب توقيف منحة البطالة بمعنى هذه زوجة وزوجها يعني وظيفة في الدولة ودخل في اللاسيرونس اممتو في ثلاثة اشهر ما زال تستفيد من منحة البطالة كيف يقول الزوج بلي عنده ثلاثة اشهر من الاستفادة من عمل فيه ضمان في الدولة الزوجة توقف من منحة البطالة وترجع المبلغ المتحصل عليه منذ دخول الزوج الضمان والعمل في الدولة وكل هذه الاخطارات يعني متنوعة لعدة اسباب ولكن المغزى واحد هو ترجع المبلغ المتحصل عليه في الاشهر الماضية الظمان اشتركوا في القناة باستخدام